بسم الله الرحمن الرحيم يا مساهل يا رب ألف مبروك لمصر أنها وضعت قدمها أخيرا على أول الطريق بعد سبعة ألاف سنة حضارة سبعة ألاف سنة من صراع المرير والدامي مع الفراعنة مع نموزج الحاكم الأب مع نموزج الحاكم الرمز أخيرا وضع المصريون أقدامهم على الطريق الصحيح على أول الطريق الصحيح ما حدث هو بداية وليس إطلاقا نهاية لمن يتصورون أن رحيل مبارك أو إجبار الشعب المصري لمبارك على الرحيل يعني نهاية الطريق فهم واهمون ونحن بهذا يعني نرتكب الخطأ التاريخي اللي ارتكب في ثورات ماضية سنتحدث عنها في هذا اليوم لكي نثبت للناس أن علاقة المصريين بالثورة ليست علاقة مستحدثة وأن هذا الشعب لم يكن أبدا شعبا خانعا ولا شعبا زليلا وإنما شعبا متمردا في لحظة تاريخية كما كانت له بصمات في أشياء عديدة في تاريخ الإنسانية قرر أن يضع بصمته على الثورة فيصبح هناك ثورة مصرية متفردة من نوعها الحقيقة هذه الثورة تتميز في رأيي باعتبار أن احنا يعني في برنامج عصير الكتب الذي ظهر إلى النور قبل سنة من ظهور هذه الثورة إلى النور وشاهدت العديد من مشاهديه في مدان التحرير وفي شوارع القاهرة وعند مدان الجلاء ومدان مصطفى محمود والعديد من الميادين تتميز بأنها ثورة القراء وثورة الكتاب دائما إحنا كنا نحذر من فكرة ثورة الجياع وثورة المحرومين الذي يفجر شرارة الثورة في مصر هم قراء وكتاب هم قراء يقرؤون جيدا جدا ولديهم مكونات وعي مختلفة ومتنوعة وزي الخلطة السحرية التي لا يعرفها أحد إلا هم وهم كتاب لأنهم يستخدمون الانترنت في الكتابة كتابة التي يعني كتابة عميقة جدا على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الإيميلات فهي ثورة الثقافة ركن أساسي منها كما سنستعرض النهاردة في لقاء مع أحد يعني صانعي أو إحدى صانعي هذه الثورة المباركة الجميلة مباركة بجد مش الكلام اللي هو يعني كان يقال ولا يعني شيئا من معانيه ولا من حروفه الثورة دي كانت ثورة الفن والخيال لو حضرتك تشرفت ونزلت مدان التحرير هتلاقي فيه ركن للرسامين وفيه ركن للشعراء وفيه ركن للمسرح الشعبي هتلاقي أفلام تسجيلية كتبتتعمل هتلاقي أن هذه الثورة جسدت صراع بين قيم الحداثة وما بعد الحداثة والمعاصرة وقيم التخلف الجمل والجحش والبغل وعقليات الجحشية التي تصورت أنها ممكن باستخدام الحيوانات تقهر إرادة الإنسان هذه الثورة كان فيها مفارقات عجيبة كان فيها أناس كنا نفترض أنهم مع التخلف وقفوا مع التقدم ومثقفين كبار كانوا دائما يحدثون عن التنوير والحداثة والكلام الكبير وقفوا مع التخلف لأينا أناس من تيارات دينية يقبلون فكرة الحوار مع الآخر ورأينا أناس يقال عليهم أنهم علمانيون وأنهم لبراليون يرفضون الحوار مع أبناء شعبهم إلا بالرصاص المطاطي والرصاص الحي في قلب هذه الثورة الحقيقة أنا جاي النهاردة يعني ممكن مفيش إعلام بيشم الروايح لكن أنا أعتز ومسمي الطأم ده طأم الثورة لأنه يعني الطأم اللي أنا شاركت به من أول يوم وأعتز به بفكرة كما يعتز الجندي بالبدلة التي شارك بها في حرب وانتصر ويمكن بين فيه الزملاء اللي في الستوديو ممكن يشموا ريحة الخل اللي اتلدأ علينا لكي نتقي يعني شر القنابل المسيلة للدموع بتاعة نظام مبارك الذي أنفق في يوم واحد يوم الجمعة كم من الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية ما كان يمكن أن يعمر جمعة لو تم استغلاله هذا النظام الذي كان ينفق عشرات الملايين والمليارات يعني عشرين مليار ميزانية الأمن الأمن الذي لم يستطع أن يحفظه في البلد في يوم واحد لو كان أنفقه على التعليم أو على الصحة أو على الثقافة لتغير وجه مصر إلى الأبد ونحن واقفون في الميدان نستقبل أخبار القتلة الذين يأتون من كبر أصر النيل وإحنا وقفين على كبر الجلاء جنب الشرة وكنا عشرات الألاف لم تمس زجاج الشرة لم يمس بحجرة وحدة اللي بيدعوا أن المتظاهرين كانوا بيخربوا وشفت منظر يموت الكثير من الكتاب ولا يعني يرونه لعشرات الألاف قادمين إحنا كنا جايين من مظاهرة مصطفى محمود كان مجموعة الفنانين وعلى رأسهم العديد من الزملاء زي الفنان خالد الصاوي فنان خالد يوسف والخنان خالد النبي أسماء كثيرة فنانة مونة زكي آسر ياسين مجموعة من الوجوه المنيرة المشرقة ولما قمعنا الأمن المركزي والقنابل المسيلة للدموع قدت إلى حالة اختناق أنا شخصياً يعني مات جنبي اتنين واحد فيهم بالاختناق واحد بكمة سكر كل ده عشان خرجوا يطلبوا بحقوقهم بشكل مشروع وبدأ بقى إحراق الشؤة بقنابل الأمن المركزي وفي وسط هذه الجلبة يعني وبدأ لنا أن احنا انهزمنا يعني خلاص بقى وبدأنا نحس بالإحباط أبص ألاقي هدير جاي مظاهرة فيها عشرات الألاف قادمين من ناحية مبابة ومن بلاء الدكرور قلت بس ده بقى إيه صورة الجياعة زي ما كنا احنا كلنا بنسوق إلى هذا الوهم أهالي مبابة بقى وأهالي بلاء الدكرور بمنتهى التحضر والهتفات الرقية والروح التي تلاحم فيها وكان جنبنا بنك فيصل وجنبنا الشرة وصلوا وتضامنوا معنا اللي جاي ببصلة واللي جاي بزازة خل واللي جاي بكمامة ثم بعد قليل عشرات الألاف أو مئات الألاف قادمين بقى إيه متجمعين من فيصل والهرم والجيزة مظاهرة لم أرى في حياتي وللأسف ما كانش فيه كاميرا تليفزيون كان على مد البصر فيه بشر زاحف في هذه اللحظة أدركت أن نظام مبارك سقط لأن الشعب المصري أخيرا تحرك وفي هذه اللحظات التاريخية التي يعني كنت أغالب ما بين رغبتي في البكاء من فرط الفرحة وما بين رغبتي في البحث عن نفس من خوفا من الاختناق لمحت تمثال طاها حسين في مدان الجلاء فبكيت بكيت لأن طاها حسين عميد الأدب العربي الرجل الذي حارب من أجل التعليم وجعله مجانيا لكل مصريين هذا الرجل الذي يعني يعتبر رمزا لأجمل ما في مصر كان كأنه يطل على مصر وهي تتغير كان كأنه يطل على مصر الحقيقية مصر التي لا يصح إطلاقا ومش عايزين ده من هنا ورايح أن يلصق اسمها ترجمة نانسي قنقر